اشتركوا في القناة وقامت داخل محطة وقود بالخرج سرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض بان شرطة المنطقة باشرت حادثة اطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخارج بين مجموعة من الاشخاص وذلك بسبب خلاف سابق بينهم نتج عنه وفاة شخصين واصابة اخرين حالة احدهم حرجة وتم القبض على المتهمين كافة وجار القبض على من وصق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نسأل الله العظيم ان يحفظ جميع البلاد العربية في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه الرجعون اعزاء المتابعين وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته